في أفلام الغموض دايما بتكتشف أن مرتكب الجريمة هو آخر شخص ممكن تتوقع أنه يعملها طب وفي ميكانيكا الكام من هو آخر شخص ممكن يخطر في بالك تتوقع أنه يثبت صحتها؟ بالضبط ألبرت أينشتاين الشخص اللي عاش عمره كل واقف ضد النظرية يطلع هو اللي أثبت صحتها وإدالها قبلة الحياة بعدما كانت مجرد فكرة رياضية محدش كان معترف بيها سلام عليكم خلصنا كاس العالم ومسة راضة نشوف شغلنا بقى عرفنا الحلقة اللي فاتت أن هيرتز كان مؤمن جدا بأفكار ماكسويل أن الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطسية بتطلع نتيجة لحركة الشحنات وعشان يقدر أنه يثبت صحة نبوة ماكسويل قال أن العكس لازم يكون هو كمان صحيح وأن الموجة الكهرومغناطسية لازم تكون هي كمان قادرة أنها تأثر على شحنة كهربية سكنة وتحركها وصمم تجربة كانت عبارة عن طيار متردد الشحنة فيه بتتحرك وبضغير من اتجاهها وفي كل مرة كانت بتولد شرارة كهربية والمفترض أن لو كلام ماكسويل سليم فمع حركة الشحنة دي هتتولد موجة كهرومغناطسية وعشان يقفشها ووجه الموجة دي على حلقة معدنية لها التسعة معين فاكتشف أن الموجة هي كمان كانت قادرة أنها تولد شرارة كهربية جوه الحلقة بما يعني أنها قدرت أنها تحرك الشحنات اللي موجودة جوه المعدن ولما لأ أن الموجة دي بتنعكس وبتنكسر وبتتحرك بسرعة الضوء فقال إنها كده لازم تكون عبارة عن ضوء وبالتالي الضوء كده فعلا عبارة عن موجة كهرومغناطسية بتطلع نتيجة الإزاز الشحنات زي ما قال ماكسويل إلا إن هرتز وهو شغال لحظ حاجة غريبة جدا وكان عاوز يعرف سببها الشرارة اللي كانت بتطلع معا في الحلقة كانت بتبقى ضعيفة وعشان يظهرها حاول أن يحط الحلقة دي كلها جواه صندوق زجاجي عشان يقلل من طائرات الهوى والشرارة تبان معاه بشكل أوضح وكده كده يعني ده ضوء هيعدم الإزاز بدون مشكلة فيعمل الكلام ده فيكتشف إن الشرارة كانت بتضعف أكتر مش بتزيد فجرب إنه يشوي الإزاز ويحطه مكانه كوارتز فالشرارة رجعت قوية وبالتالي كده الإزاز عمل حاجة في موجة الضوء اللي عدت منه وخلها تضعف وعشان كده ولدت شرارة ضعيفة لكن كان معروف وقتها إن الإزاز عنده خاصية إنه بيقدر يمنع مرور الأشعة فقوبة نفسجية لكن الكوارتز كان بيعديها عادي فقال إن كده يبقى في احتمال إن الإزاز منع مرور الأشعة فقوبة نفسجية اللي موجودة وسط الضوء وبالتالي قلل من شدة الضوء وعشان كده مقدرش إنه يحرك الشحنات في الحلقة بشكل كبير وبالتالي الشرارة اللي طلعت معايا كانت ضعيفة أخذ بالك إن أنا عمال أقولك الشحنة الشحنة لأن زي ما أنت أكيد عارف إنه لحد دلوقتي ما كانش حد لسه يعرف إيه طبيعة الشحنة اللي موجودة جوا المادة ولو أنت فاكر من الحلقة الأولى في السلسلة فالعالم كله كان مسحول في الفترة دي عشان يعرف إيه هي وكله كان بيحاول يفهم إيه هي طبيعة الأشعة المشحونة اللي بتخرج من الكاسد واللي جيه تومصن بعدها بكم سنة واكتشف إن الأشعة دي عبارة عن جسيمات مشحونة بشحنة سالبة وسمها الإلكترونات الإلكترونات اللي رونتجي اكتشف إنها لما بتخبط في المعدن بتاع الأند كانت بتطلع نوع من الضوء طول موجة قصير سماها أشعة إكس أو إكس ري وعرفنا إنه سماها بالإسم ده لأن في العادة أي شيء مجهول بندوله الرمز إكس وبما إن الأشعة دي مش معروفة ومجهولة فنسميها هي كمان أشعة إكس مجرش حاجة والراجل أخذ على الاكتشاف ده جايزة نوبل إلا إن كان اللي اعتقاد السيد وقتها إن الإكس ري دي نوع من الأشعة فوق البنفسجية بس طولها الموجة أقصر شوية من العادية وعشان كده برضو سموها وقتها بالأشعة فوق الفوق البنفسجية أو الألترا ألترا فايلت ولو لسه فاكر فاللي كان هيكتشف الكلام ده كله قبل رونتجين كان فليب لانارد اللي كان شغال مساعد الهيرتز اللي لولا انشغاله في تدوين أعمال هيرتز كان هو اللي أخذ جايزة نوبل مكان رونتجين ومع ذلك مفيش مجود بيروح حضر وشغل الراجل مع هيرتز جاب فايدة الراجل شاف مع هيرتز اللي حصل لما الإزاز منع اليو بي وقال للشرارة وبالتالي كده اليو بي بتأثر على حركة الشحنة أو الإلكترونات بقى بشكل كبير وكان أكتر واحد عارف إن الإلكترونات لما بتخبط في المعدن بتطلع إكس ري اللي كانوا معتقدين إنها إيه؟ بالضبط نوع من الأشعة فوق البنفسجية فقال لك طب تجي نعمل العكس نسقط الأشعة دي على المعدن ونشوف هتقدر تحرر منه الإلكترونات ويمروا طيار كهرابي ولا لأ؟ وبالفعل لنارد جاب أنبوبت الكاثد وشال الجهاز اللي بيطلع كهربا وحط مكانه جهاز بي إس كهربا أو أميتر وصلت على معدن الكاثد أشعة فوق بنافسجية فلاحظ مروا طيار كهرابي في الدايرة بما يعني إن الأشعة فوق البنافسجية لما خبطت في المعدن طلعت منه الإلكترونات وسمى الظاهرة دي وقتها بالظاهرة الكهروضوئية أو الفوتواليكتريك إفكت ووضح طبعا من الإسم هو سمها كده ليه؟ لأن إنتاج الكهربا تم بوسط الضوء بس إيه ده؟ هو مش ألبرت أينشتاين اللي اكتشف الظاهرة الكهروضوئية؟ لا مش أينشتاين يا عم ده أخد علاقة جهزة نوبل إنتي أتهرج؟ لا مش بهرج أصور بس أنت وأنت أترفها ما تقلقش بس ومع ذلك والسوق حظ لنارد اللي ملازمه طول الوقت طومسون هو كمان كان فكر نفس التفكير وعمل نفس التجربة واكتشف نفس التأثير وبالتالي السوكسي كله راح لمين؟ لطومسون الله ينقر عليك اللي هو يعني حاجة قمة النحس لكن لينارد ما يقاسش وقال مش معنى يعني أنه تعلم عليها مرتين أن نس تسلم ما هياش نهاية العالم فقال إن الضوء له طاقة والطاقة دي هي اللي حررت الإلكترونيات من زرات المعدن وأكتبتها طاقة حركة وبالتالي لو عرفت سرعة الإلكترون اللي طالع معي هقدر أعرف طاقة حركته اللي الإلكترون أخدها أساسا من طاقة الضوء وبالطريقة دي هقدر نعرف طاقة الضوء لينارد قاس سرعة الإلكترون وحسب منها طاقة حركته ولقى أنها بتساوي قمة معي لك عظم جدا المفروض بقى لو جينا وزودنا شدة الإضاءة فسرعة الإلكترونيات اللي خارجها ديها تزيد وبالتالي طاقة حركتها هتزيد كلام بديهي ومنطقي إلا أن لينارد لما جاه وزود شدة الإضاءة لأن عدد الإلكترونيات هو اللي بيزيد لكن سرعتها وطاقة حركتها ثابتة وما بتتغيرش ويبقى كده زيادة شدة الضوء وطاقته ما زودتش طاقة الحركة فيرجع ويزود إضاءة أكتر فيلاقي إن عدد الإلكترونيات هو اللي بيزيد أكتر وطاقة الحركة برضه ما بتتغيرش لأن أرضي قال إن الكلام كده اختلف والإلكترونيات بالمنظر ده مش بتاخد طاقتها من ضوء أساسا وإن طاقة الحركة بتاعتها دي عبارة عن طاقة وضع أو potential energy متخزنة جوى الإلكترون نفسه وكل اللي بيعمله الضوء إنه بيحررها يعني تقدر إنك تعتبر إن الضوء عامل كده زي الفتيل اللي بيفجر القنبلة طاقة القنبلة أصلا محفوظة جواها وكل اللي بيعمله الفتيل إنه بيحرر الطاقة دي من جوى القنبلة لكن مش بيدهالها وبالتالي مهما كبرت أو زودت عدد الفتيل مش هيفرق في قوة الانفجار في حاجة وعايز أقولك إن التفسير ده وقتها لقى استحسان كبير جدا في العوساطة العلمية وقدر كمان إنه يصمد لفترة مش قليلة والمفروض إن كده أخيرا لينارد ياخد بقى التكريم اللي يستحقه بس على مين؟ قليل البخت يعدوا الكلب في المولد لكن طبعا لو بتسأل إزاي لينارد جات له فكرة يقاس بها سورة الإلكترون وتفهم المعنى العميق لطاقة الوضع وطاقة الحركة وإزاي إن هم دول أساس كل الطاقات فبمجرد ما تقفل الحلقة دي هتلاقي في حلقة تانية موجودة على القناة هتقدر إنكتشفها لو كنت أحد المنتسبين في القناة أو أحد داعمين على الباتريون عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن كيرشوف وبنزن وهم بيكتشفوا أطياف العناصر راموا قنبلة في حجر علماء الفيزية اسمها إشعاع الجسم السود بطالوا يجروا الناس دي اكتشفت إن العناصر اللي ما بتتحرق بتطلع أضواء بألوان وترددات معينة بتميزها والترددات أو الألوان دي كانت بمثابة البصمة اللي بتعرف منها العنصر في نفس الوقت العناصر دي لما بيسقط عليها الضوء الابيض اللي موجود في كل الألوان بتسحب أو بتنص منه الألوان اللي هي بتطلعها وبتظهر مكانها خطوط سودة يعني العناصر بتطلع نفس ترددات الضوء اللي بتنبصها وبرغم إننا بسبب البصمات دي قدرنا نعرف العناصر اللي موجودة في النجوم البعيدة أو يعني نعرف تركيب النجوم إلا إن بنزن وكرشوف كان عندهم مشكلتين كبار جدا أول مشكلة إن ليه الألوان أو الترددات دي بتخرج أساسا ثانيا ليه كل عنصر بيخرج ألوان أو ترددات بتميزه بس الأسئلة دي بقى من السهل إنك تتوقع إجابتها خصوصا بعد ما تومسون اكتشف إن الزرة جواها جسيمات مشحونة وماكسول وهيرتز اكتشف إنه الضوء بيطلع أساسا نتيجة لاهتزاز الشحنات وبالتالي اهتزاز الزرة نفسها كافلوا إنه يطلع ضوء واللي بيحصل إنه لما العنصر بيتحرق زرات العنصر نفسه بتفضل تتهزي وتتحرك بصورة كبيرة والحركة دي هي اللي بسببها بيطلع ضوء وكل عنصر طبعا تكوينه مختلف عن الثاني وعدد الشحنات اللي جواها مختلف عن الثاني فأكيد كل عنصر هيطلع ضوء بيميزه كرشوف قال لهم خلاص؟ خلصته؟ كلام ده مش مظبوط احنا عارفين الوقتي إن الجسم بيطلع الألوان اللي هو بيمتصها تعالوا بقى نفترض إن معايا جسم أسود شديد السواد فالجسم ده هيبقى يادر إنه يمتص كل الألوان اللي موجودة جوا الضوء وبالتالي الجسم ده لما هيسخن المفروض إنه يطلع كل الألوان دي وده اللي كان بيحصل فعلا لو جبت جسم أسود وسخنته هتلاقي إنه كل شوية إضاءته بتزيد وألوانه عم لا بتتغير والغريب بقى إن الكلام ده مكانش بيحصل مع الأجسام السودة بس ده كان بيحصل مع كل الأجسام هات حتة حديدة سخنها هتلاقي إنها بتضوي بلون أحمر زود حرارتها هتلاقي إنها تحولت للأصفر زود أكتر وأكتر هتلاقي إنها تحولت للأبيض معنى كده إنها طلعت كل ألوانه ضوء وده تفسيره على حسب كلام ماكسويل وهيرتز إن كل ما بزود الحرارة كل ما بهز الزرات بشكل أسرع كل ما بتطلع ترده مختلف بلون مختلف إحنا كده محتاجين حد يفسر لنا اللي بيحصل أولى المحاولات كانت من العالم العبقري النمساوي اللي حاول إنه لاي علاقة ما بين شدة الضوء اللي طالع من جسم ودرجة حرارته ولا يعني شدة الإضاءة اللي بتطلع من جسم بتتناسب طرديا مع القص الرابع لدرجة حرارته يعني لو درجة الحرارة زادت للضعف شدة الإضاءة اللي طالع من الجسم هتزيد 16 مرة والكلام نتفسيره حسب كلام ماكسويل وهيرتز إن كل ما زادت درجة الحرارة فالجزيئات بتهتز اهتزات أكبر فهتدي لك موجة طاقتها أكبر وكبر الموجة ده هو اللي بيمثل شدة الإضاءة اللي بتزيد مع الحرارة طيب دي شدة الإضاءة بالنسبة بقى للألوان اللي بتفضل تتغير مع رفع درجة الحرارة النقطة دي بقى اللي قدر إنه يستمتك علاقتها كان العالم فيلهم فين الرجل لاحز إن العلاقة ما بين الطول الموجي للضوء اللي بيطلع من الجسم ودرجة حرارته علاقة عكسية كل ما زادت درجة حرارة الجسم كل ما قصر الطول الموجي بتاع الضوء اللي طالع منه وعشان كده مع زادت درجة الحرارة الجسم بيفضل يغير من لونه بيحمر وبعدين يصفر وبعدين يبيض والكلام ده برضو نقدر إنه أنا نفسره بمفهوم ماكسويل وهيرتس كلاقاتي إنه كل ما زادت درجة الحرارة فالزراتها تهتز بشكل أسرع يعني التردد بتاع اهتزازها هيكون كبير وبالتالي الضوء اللي هيطلع منها تردده هو كمان هيكون كبير وبالتالي طول الموجي هيكون قصير بس المفروض كده إنه مع رفع درجة الحرارة حكتم بيحصلوا شدة الإضاءة بتزيد زي ما قال بولتزمان وده معناه اهتزازة أكبر والطول الموجي بيقل زي ما قال فين وده معناه اهتزازة أسرع يعني المفروض كل ما باجي وارفع درجة الحرارة الشكل الموجي اللي هيطلع يكون بالمنظر ده ارتفاعها كل شوية عمال بيزيد وطولها الموجي عمال بيقصر وده بالضبط اللي خلال العالمين ريلي وجينز يجمعوا المعادلتين في معادلة واحدة بتجمع ما بين حرارة الجسم وشدة الدق اللي بيطلعه وطول موجته والمعادلة دي عايزة أقولك إنها كانت هيلة حرفيا وفيها شغل مش طبيعي إلا إن كان فيها مشكلة صغيرة قد كده إنها شغالة على الورقة بس لكن لما تيجي تطبقها على أرض الواقع ولا عرفك المعادلة كانت بتتنبأ إن مع زيادة درجة الحرارة شدة الدق بتزيد وطول الموجي بيقصر بس كانت بتتنبأ برضه إن الكلام ده بيحصل إلى مالة نهاية مفيش حاجة توقفه وده كان بيخلي أعلى شدة الدق دايما لأقصر طول موجي طالع أو آخر لون بيطلعه الجسم السخن يعني لما جي وسخن جسمه ويحمر فده معناه إن الجسم يطلع أشعة تحت حمرة لكن معظم الشدة للدق المرقي اللي تحديدا لونه أحمر ولما سخنه أكتر ويصفر فده معناه برضه إنه ما زال بيطلع ضق أحمر لكن معظم الشدة دلوقتي بقت للون الأصفر والموضوع بيستمر معايا بهذا الشكل بس اللي كان بيحصل على الأرض الواقع ما كانش كده الشدة فعلا كانت بتزيد والطول الموجي بيقل لحد ما نوصل للأشعة فوق البنفسجية وهوب شدة الدوق تقل بصورة رهيبة يعني بدل ما شدة الدوق تبضل إنها تزيد بشكل مستمر زي ما المعادلة بتتوقع ده بتاخد غطس غريب ومش مفهوم وضربت لك مثل الحلقة اللي فاتت بصنية البطاطس المعادلة دي لو كانت فعلا بتتحقق وجيت تعمل صنية البطاطس في الفورن فقربل ما تيجي تستوي هتطلع كميات رهيبة جدا من الأشعة فوق البنفسجية كافية لتخليها آخر صنية البطاطس تكلها في حياتك لكن لحسن حظك طبعا إن الكلام ده مبيحصلش لكن من سوق حظ ريلي وجينز إن الكلام ده برضه مبيحصلش لإن معادلتهم كده بغزت وكل فضل واقف عند النقطة دي ومحدش قدر يفهم ليه المعادلة دي مش شغالة كل النقطة الوحيدها كنت بقدر تنبق بيها بشكل كويس ليه لما جمعتهم كلهم في معادلة واحدة الدنيا بوزت إلا إن في سنة 1900 جهل عالم ماكس بلانك وقال لهم يا جماعة المشكلة بتاعتكم دي كلها تتحل بطريقة واحدة إن الطاقة ما تكونش حاجة متصلة وتكون عبارة عن حتت وعشان أفهمك وكان يقصوا دي بالزبط عايزك تتخيل معايا إن الأطوال الموجية اللي بيطلحها الجسم السخن عبارة عن مركات عربيات اللي أصفر مثلاً عبارة عن فيت والأخضر عبارة عن فوليكس واللازرق بي أم والأشعة فوق البنفسجية عبارة عن بورشة وأسعار العربيات دي كانت كالتالي الفيت كانت بألف دولار والفوليكس بعشر تلاف دولار والبي أم كانت بمئة ألف دولار والبورشة بمليون وافترض بقى إنك شغال في شركة المرتبات فيها بتبدأ من مئة دولار لحد رئيس الشركة اللي مرتبه بيوصل لعشر تلاف دولار وإنت مرتبك جوا الشركة دي هو نفس مرتب الأغلبية لألف دولار وتعال بقى نفترض إنك حبيت تشتري الفوليكس اللي بعشر تلاف دولار قول لي بقى ساعتها هتصرف إزاي إنت طبعاً هتعتقد إنك عشان تشتري الفوليكس اللي بعشر تلاف دولار محتاج تحوش مرتبك لمدة عشر شهور فإنت طلعت جامد جداً ومسكتها لنفسك وحوشتهم وروحت عشان تشتريها فاتفاجئت إن التوكيل قال لك لا معلش مش هينفع الفلوس اللي إحنا بنقابلها شرطها الوحيد إنها ما تكونش متحوشة يعني عشان تشتري الفوليكس لازم يكون العشر تلاف اللي إنت جايبهم وفرحان بهم دول قابضهم في شهر واحد مش بحوشهم وعشان تشتري البيئم لازم يكون تمنها أو المئة ألف دولار قابضهم برضو في شهر واحد مش بحوشهم ونفس الفكرة بتنطبق على كل العربيات لأن زي ما قلنا مرتبك زي مرتب الأغلبية ونفس السبب ده اللي خلى الفئة اللي بتقبض أقل منك يشتري سكوتر مثلا والفئة اللي أعلى منك اللي بيمثلهم رئيس الشركة هو الاشتراء الفوليكس لأنه بيقبضل عشر تلاف تمانها على بعض مش بيحوشهم لكن بعد فترة الدنيا زهزهت والشركة بدأت تكسب والمرتبات زادت وبقى معظم الناس اللي شغالين في الشركة بيقبضوا عشر تلاف ورئيس الشركة بيقبض مئة ألف في الحالة دي بقى انت ومعظم اللي شغالين في الشركة هتقدروا انكوا تشتروا الفوليكس واللي أقل منك هيبقى معهم الفيت ورئيس الشركة هيبقى مع البي أم بس حتى مهما تزيد الفلوس فأنا هيفضل كده عندي مشكلتين أولا اللي هيقدر يشتري العربية الأغلى هيكون دايما نسبته أقل ثانيا عشان انتقل من عربية لعربية أغلى فالفروق السعرية عملا بتزيد وحتى رئيس الشركة نفسه مش هيبقى قادر انه يشتريها لان زي ما اتفقنا التحوش ممنوع ونفس الكلام ده بالزبط بيحصل مع الجسم اللي بديله حرارة وبيسخن وبيطلع ضوء الطاقة اللي بياخدها بتكون طلعة في صورة حتت وكل ما تردد الضوء كان أكبر كل ما هيحتاج حتة أكبر وفرصة انه طلع حتة الطاقة كبيرة كده على بعضها مرة واحدة زي فرصة انك تاخد مرتب كبير كله كده على بعضه اللي اتنين احتماليتهم قليلة وعشان كده لما باجى سخم زرات المادة وتبدأ انها تهتز فالضوء اللي تردده أعلى شدته دايما بتكون أقل وبيبقى صعب الحصول عليه لان طبعا ما بقدرش ألاقي الحتة الكبيرة اللي بتطلعه بسهولة وما ينفعش ان انا جمع الحتة الصغيرة وطلعه بيها لان برضو زي ما قولنا التحوش ممنوع وهو ده بقى اللي بيفصر ليه لما بدي حرارة أكبر ما بقدرش ان انا طلع أشعة فوق بنافسجية ماكس بلانك قال الفكرة وعدل في القانون بتاع ريلي وجينز عشان يتوافق مع فكرته والقانون اللي عمله كان ناجح جدا انه يتنبأ بالضوء اللي بيطلع من الجسم اللي سود لما باجي سخنه ويدر كمان انه يعمل قانون تاني أبسط يقدر انه يحسب به حتة الطاقة اللي محتاجها كل لون من ألوان الضوء عشان يطلع وقال بما ان حتة الطاقة اللي انا بحتاجها بتزيد بزيادة التردد فالعلاقة ما بين حتة الطاقة والتردد علاقة ترضية ومدام ترضية فالطاقة هتساوي ثابت يتضرب في التردد بتاع الضوء وسمى الثابت ده على اسمه بثابت بلانك قاونين بلانك كانت نموذجية وقدرت انها تحكي تماما اللي بيحصل على الأرض الواقع الا ان بلانك هو كمان كان عنده مشكلة صغيرة قد كده ما كانش عنده تفسير اللي بيحصل ليه الطاقة بتطلع في صورة حتة أصلا وليه الزرة بترفض انها تحوش الحتة دي وتكون منها حتة أكبر تقدر تستغل لها الموضوع عمل بالزبط زي ما بقولك ان ليه مقدر شاملة برميل بنقطة مية عمالة بتتكرر وان عشان املاح محتاجة حط كمية المية اللي تملاح على بعضها وبالتالي ما كانش حد في الوقت ده مقتنع بأفكار بلانك وقالوا انها مجرد تصور رياضي والموضوع مالوش أي علاقة بالواقع بس مين بقى كان موجود واخد كلام بلانك على محمل الجد ألبرت أينشتاين سنة 1905 جه ألبرت أينشتاين وقال يا جماعة لو حوار ماكس بلانك ده كان مظبوط فتفسير لينارد وحوار الفيتل ده مش مظبوط والضوء مش بيحرر الطاقة من الإلكترونات ده بيدهالها طب تقصد يا عم ألبرت قال على حسب كلام بلانك لو كان كل ضوء بيطلع بحتة مععانة من الطاقة بتعتمد على تردده فليه العكس هو كمان ما يكونش صحيح وان كل تردد من ترددات الضوء يكونش هي الحتة الطاقة دي أو هو نفسه عبارة عن حتة الطاقة دي وبالتالي الأشعة فوق البنفسجية كانت بتمثل حتة الطاقة اللي كانت قادرة تطلع الإلكترون من الكاسد بطاقة حركة معينة ولما باجي وبزود شدة الضوء فانا كده بزود عدد الحتة دي وبالتالي بطلع إلكترونات أكتر لكن كلها لها نفس طاقة الحركة لكن عشان أزود سرعتها أو طاقة حركتها فانا هبقى محتاج ضوء تاني غير الأشعة فوق البنفسجية يكون شايل حتة الطاقة أكبر من اللي هي بتشيلها زي الإكس راي مثلا ساعتها الإلكترون هيطلع بطاقة حركة أكبر أينشتاين قدروا أن يستنتج المعادلة اللي يحسب بها طاقة الضوء من خلال طاقة حركة الإلكترونات اللي طالعة والعكس المعادلة اللي كان لينارد هيموت ويعملها قبل ما يفسر اللي حصل بشكل خاطئ ويطلع بنظرية القنبلة والفتيل والأهم من كده أن ألبرت أينشتاين قدر يأكد صحة تنبؤ ماكس بلانك أن الطاقة عبارة عن حتت وأثبت كمان أن الضوء نفسه هو عبارة عن الحتت دي وسمى الحتت دي بالكوانتا وهو ده اللي خد عليه جائزة نوبل سنة 1921 ومش بس كده ده كمان كان السبب في أن ماكس بلانك ياخد جائزة نوبل قبله بتلات سنين وطبعا لو أنت متابع القناة ومش عضو جديد فأنت محتاج أقولك أن ألبرت أينشتاين اللي أثبت صحة نظرية الكم هو نفسه اللي هيوقف في وشها ويعرضها بعد كده إلا أن فيليب لينارد بعد كل الخبطات اللي أخدها دي كان يتجنن الراجل كان بينه وبين X-Ray خطوة فرونتجن هو اللي يكتشفها يكتشف الظاهرة الكهروضوئية ويكتشف النضوء لما بيسقط على معدن بيطلع منه إلكترونات فطومسون يكتشفها معاه وهو اللي ياخد السكسو كله فيروح يفسر الظاهرة الكهروضوئية ويقوله أن الضوء عامل زي الفيتل بتاع القنبلة ومش بيدي الإلكترونات الطاقة فأينشتاين ييجي ويثبت أن الضوء هو اللي بيدي الإلكترونات الطاقة وأن كلام لينارد غلط وياخد كمان جائزة نوبل على الإثبات ده فلك أنت تخيل بقى كم الطاقة السلبية اللي الراجل دك مشحوم بيها للدرجة أن فيليب لينارد كان واحد من أهم علباء النازية من نكاية بس في ألبرت أينشتاين لكن برغم أننا قدرنا نفسر إشعاع الجسم الأسود وقدرنا نسبت كمان أنه بيعتمد بس على درجة الحرارة وفي رحلتنا دي قدرنا نعرف أن الطاقة والضوء عبارة عن حتت إلا أننا برضو ما قدرناش نفسر ليه الكلام ده كله بيحصل وليه الطاقة والضوء أساسا بيطلعه في صورة حتت لكن في سنة 1911 طالب دنماركي تجيله من حدراسية في كامبرج ويشتغل مع زعيم المافيا العلمية وقسطورة سلسلتنا إرنست رازرفورد والطالب ده تجي في دماغه مجموعة من الأفكار والخيالات اللي حرفيا ما كانش لها علاقة بالفيزياء واللي بعد كده تصبح الأفكار دي هي الفيزياء الجديدة لكن من الطالب ده وإيه هي الأفكار دي ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية لكن طبعا ما تنساش الشير واللايك والكومنت تشترك في القناة واتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام